تقرير استخباراتي ألماني يتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي والمبعوث الأمريكي يعلن أنها قريبة من صنع قنبلة نووية كيف تبحث إمكانية التزود بأنظمة مدفعية وروسيا تؤكد مواصلة العملية العسكرية والحرية والتغيير ترفض ما طرحه رئيس المجلس العسكري وتدعو إلى مواصلة التظاهر في السودان تكرار وحوادث إطلاق النار يهيمن على الولايات المتحدة وضحايا السلاح يتخطون المليون منذ العام 68 أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من العربية أعلن جهاز مخابرات ولاية هامبرغ الألمانية في تقريره الأمني السنوي أن إيران اشترت تقنيات تكنولوجية شكلت انتهاكا للاتفاق النووي وأضاف التقرير أن طهران اشترت هذه التقنية عبر رجل ألماني من أصل إيراني استخبارات ولاية هامبرغ كشفت أن الرجل يدعى أليكسندر جي واشترى لإيران مواد لبرامجها الصاروخية والنووية بدوره قال معهد العلوم والأمن الدولي إن طهران توظف أشخاص لشراء السلاع اللازمة لبرامجها الحساسة فيما أكد المدعى العام الألماني أن أليكسندر جي صدر لإيران الكثير من المعدات الخاضعة للعقوبات منها معدات لتطوير برنامجها النووي والصاروخي وكشف تقرير استخبارات هامبرغ أن أليكسندر جي وشركي مطلوبون لتورطهم في بيع معدات تكنولوجية إلى إيران وأكلت مصادر استخباراتية الكشف عن المسؤول الإيراني عن نقل الدفاعات الجوية إلى سوريا ولبنان وفي الإطار ذاته أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي عن فشل جولة المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة في التوصل لنتيجة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وقال روبرت مالي في تصريحات إذاعية أنه توصل إلى استنتاج بأن إيران لا تريد إحياء الاتفاق النووي وتتمسك بمطالب خارج خطة العمل المشتركة وأضاف مالي أن طهران أصبحت بالفعل قريبة من امتلاك قنبلة نووية مع تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في الفترة الأخيرة وقع أعضاء النيتو الثلاثون على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا وأرسلوا طلبات عضوية الدولتين إلى عواصم دول الحلف للحصول على الموفقات التشريعية ومن شأن هذه الخطوة بحسب الحلف تعزيز عزلة روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في فبراير شباط الماضي ورغم موافقة الحلف ما تزال موافقة البرلمان التركي تشكل عائقا أمام انضمام الدولتين لعضوية النيتو مع أمين بروكسل المزيد من المتابع مراسل العربي نوردين وفريدينور أهلا وسهلا بك بعد التوقيع اليوم كم ستستغرق آلية الانضمام الكامل لفنلندا والسويد إلى النيتو هل من معلومات؟ في انطلاق المسار المصادقة يتوقع أن يستمر إلى أشهر قليلة وليس أكثر من ذلك ليس بالأسابيع طبعا لأن كل دولة لها مسارها القانوني الإجرائي وبالتالي هناك ثلاثون دولة بمعنى ثلاثون برلمان بعض الدول التي هي دول اتحادية مثل ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا هذه الدول تأخذ أيضا بعض الوقت ولكن المشكلة هنا ليست في أو التساؤلات ليست في المدة لأنه متفق أنها ستأخذ بعض الأشهر من هنا إلى نهاية السنة أو إلى الخريف المقبل ولكن هل في غضون هذه المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم الفنلندية؟ بس نور، هل المسألة محسومة تماما بالنسبة إلى السويد وفنلندا؟ أم لا؟ ستكون هناك مطبات وعثارات في طريق الانضمام الكامل أقلهم إلى الجانب التركي؟ على سعيد الدول العضاء الثلاثين باستثناء تركيا لا توجد أي مشكلة في تعترض السويد قبل العضوية دول عدة سواء كان في مقدمة الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا هذه الدول كافة ساندت عضوية الدولتين المطب الوحيد هو في ترجمة مذكرة التفاهم التركية الفنلندية السويدية التي تم التوقيع عليها على هامش قمة مدريد أو في اليوم الذي استبقى انعقاد القمة هذه الرئيس إردوغان له قراءة قال من أن تسليم السويد عفوا لي 73 مشتبه به العدد ارتفع من 30 إلى 63 إلى 73 بينما وزيرة خارجية السويد اليوم في مقرنات وكذلك زميلها ونظيرها الفنلندي تحدثا عن عدم وجود أي وثيقة مرفقة سرية لم يتم العلان عنها وإنما الوثيقة الوحيدة هي مذكرة التفاهم ولكن الوزيرة السويدية آن ليند شددت على أن بلادها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بمكافحة الارهاب ولكن أكدت من لا وجود لأي قائمة من المشتبه بهم ولكن لدى الحكومة البلجيكية أو مرفقة لمذكرة التفاهم ولكن أيضا أن المطلوب هناك جهات قضائية تعمل وفق القوانين السويدية القانون الدولي والمعاهدات الأوروبية المتعلق بتسليم المشتبه بهم هنا ربما المطب الذي ربما يأخذ بعض الوقت أو سيثير جدلا في غضون الأسابيع المقبلة بين تركيا والدولتين فنلندا والسويد والناتو أيضا بس نور لا شيء بدون مقابل أين الحقيقة؟ طيب إذا فنلندا والسويد تنفيان أن تكون قد وافقتا على تسليم أي من المطلوبين إلى أنقرة والموجودين على أراضيها في حين أن تركيا تؤكد لا أن موافقة تركيا على انضمام ستوكهولم وهلسينكي مرهون بتسليم هؤلاء طيب أين الحقيقة؟ الحقيقة في التزام البلدين مع الناتو بشهادة الناتو أنهما سيساهمان في تنفيذ سياسات مكافحة الأرهاب التي يلتزم بها أو يتبعها الدول الأعضاء بما فيها حلف الناتو حيث ليس هناك من أي خلاف وهذا التزام كبير جدا والتزام سياسي قوي موثق موقع عليه من قبل الدولتين مع دول حلف الناتو وفي هذه الناحية مستقبلا أقلهم بالنسبة لتركيا تركيا قد ضمنت أنه في المستقبل لا يمكن للنشطاء الذين تشتبه بهم أو تتهمهم أو تنسب لهم نشطات غير شرعية من أن يجد هؤلاء ملاذات آمنة في سويد أو فنلندا وخاصة سويد مثل ما كان في السابق وبالتالي إذا تركنا مسألة المطلوبين جانبا فإنه في المستقبل لن يجد النشطاء الأكراد دعنا نقول الترحيب ذاته في السويد وأن الذين ربما ينتقلون من السويد إلى شمال سوريا للقيام بعمليات ضد القوات التركية ثم يعودون عن طريق لبنان إلى السويد بجوازات سفر سويدية هذه السياحة القتال ستتوقف مما لا شك في لأن الاستخبارات التركية تتتبعهم وستقدم بشأنهم قوام بالنسبة للذين هم مطلوبون هناك جهات قانونية سويد دولة قانون ومهما كان أهمية العزوية في حلف النيتو هذه دولة ديمقراطية تحترم القانون وكذلك فنلندا فلن تسلم السلطة القضائية وناس لا تتوفر الأدلة القانونية المقنعة أمامهم وأمام هؤلاء أيضا في حالة وجود بعض الاعتقالات مثلا هناك أيضا طالب أمامهم فرص التظلم أمام المحاكم السويدية وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جاي من بروكسل مراسل العربية نور الدين لفريضي دائما شكرا جزيلا لك نور على كل هذه المعلومات عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمت كل من فنلندا والسويد الحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي لكن يتعين على جميع الدول الأعضاء في النيتو الموافقة على الطلبين وكانت تركيا هي من عرقلت مباحثات الانضمام على خلفية مخاوف تتعلق بالإرهاب حيث اتهم الرئيس التركي فنلندا والسويد بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية المحظورة تركيا مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتوصلت الدول الأعضاء لاتفاق تضمن موافقة الدولتين على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب ووافقتا على رفع حضر الأسلحة المفروض على تركيا تماشيا مع التضامن بين أعضاء حلف شمال الأطلسي أنقر من جانبها طالب بتسليم عدد من المشتبه بهم فيما تعهدت الدولتان باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهابيين الأكراد ودراسة الطلب التركي لترحيلهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستولنبرغ أكد أن انضمام فنلندا والسويد إلى النيتو سيدعم التحالف بوجه أكبر أزمة أمنية تواجه أوروبا منذ عقود باب النيتو سيبقى مفتوحا للديمقراطية الأوروبية حلف النيتو سيكون أقوى بانضمام فنلندا والسويد وهذا يوم جديد لكل البلدين ويوم جديد للنيتو وبانضمامهما لنا سيكون النيتو أقوى وسيكون شعبنا بأمان في مواجهة أكبر أزمة في أوروبا منذ عقود معي من ستوكهولم الآن لمزيد من المتابعة محمود الآغا وهو رئيس تحرير موقع الكامفس العربي السويدي سيد محمود أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة من العربية ما الذي ستجنيه ستوكهولم وهل سينكي تحديدا من الانضمام إلى النيتو وهل هذه خطوة محسوبة من قبلهما لأنهما لطالما تغنيا بمنافع وإيجابيات الحياد بالضبط الغزل الروسي لأوكرانيا فرض على الدولتين وخاصة على السويد أن تودع سياسة حياد طويلة بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 تحديدا والشعور بالخوف والشعور بتكرار معارك وخلافات ونزاعات عسكرية قديمة بين البلدين تاريخيا وهو الذي وضع السويد تحت ضغط التخلي عن حيادها ولكن الشق الثاني من السؤال أن بالفعل موضوع الانصياع لشروط معينة لدخول هذا الحلف العسكري جرى بشكل سريع وبشكل تحت الضغط خلينا نقول ويعني بخطوات كانت في المعارضة اليسارية خاصة في السويد تلوم الحكومة لتسرعها في الموافقة على الشروط خاصة الشروط التركية وهذا طبعا سيد محمود سأسألك عن موضوع الشروط التركية وما إذا كان هناك صفقة مع تركيا ولكن مجازيا كانت دب الروسي انصح التعبير في حالة سبات شتوي طويل إزاء هتين الدولتين طالما أنهما في وضع الحياد ألا تعتقد أن انضمامهما الآن سيعطي إشارة خاطية إلى الروس ويجعل هلسانكي وستوك هولم في صف اشتباك مباشر مع موسكو وهما بالغنى عن ذلك لا أعتقد أن الدب الروسي كما وصفته كان في حالة ثبات كان الظروف التي وضعت تفكك الاتحاد السوفيتي روسيا خاصة بعدها هي التي أجلت أي محاولة لإرجاع هيبة الاتحاد السوفيتي أو روسيا القيصرية وبعض الحدود وبعض المناطق الجغرافية التي تعدها روسيا مهمة جدا لها التخوف السويدي مبني على أي أطماع في بحر البلطيق بحر البلطيق بالنسبة لروسيا يعد منفذ مائي مهم شمالا وأي تحرك باتجاه بحر البلطيق سيكون المعني فيه مباشرة هو السويد وفنلندا لحد ما طيب أستاذ محمود هل ستوك هولم وهل سينكي متأكدتان أن الناتو سيهب للدفاع عنهما أم لا يعني سيكون موقفه مثل موقف من أوكرانيا هذا واحد اثنين عند الانضمام إلى حلف الناتو ألا يعني ذلك أن الميزانيات في هذين البلدين ستتغير نحو مزيد من العسكرة مع ما يعنيه ذلك من احتمالية لنشر قوات للناتو على أراضيهما وهذا ما سيستفز الروس أكثر فأكثر كان هناك عدة احتمالات أو عدة يعني مثل ما تقول طرق لمواجهة الأزمة في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية بعيدا عن الدخول في الناتو ولكن كما يبدو السويد والحكومة السويدية حزمت أمرها وحسمت أمرها وقررت الانضمام إلى هذا الحلف لتكون أكثر أمانا في المستقبل كان هناك أصوات تقول يجب انشاء حلف أوروبي أو حلف شمال أوروبي تعزيز القوى العسكرية في شمال أوروبا أو في أوروبا إجمالا ولكن كل هذه الأصوات خمدت أمام المدافع وأمام صوت المعارك في أوكرانيا التي طالت يعني طول أمد الحرب في أوكرانيا يزيد من خوف السويديين لأن في حال بوتين فشل إلى حد ما أو في حال أنه شعر أنه جريح سيكون ردة فعله غير محسولة حسب عن طوال أستاذ محمود باختصار كيف وعلى أي أساس قبلت تركيا وهل تعتقد أن هناك قبول تركيا نهائي وعلى أي أساس يعني لا شيء بدون مقابل وهل بادلت هاتان الدولتان موضوع حقوق الإنسان في السياسة يعني عملت تريد كما يقال يعني هذا الموضوع جدا شائك وهناك لا زال فيه كثير غموض يحيط بالاتفاق ويبدو أن التفاصيل خاصة تفاصيل تسليم المطلوبين هو الذي يعيق التوصل إلى نتيجة نهائية أن الفيتو التركي قد وزيل تماما السويد وضعت شرطان أولا عدم تسليم أي شخص يعني لديه مواطن سويدية أي مواطن سويدي بغض النظر عن ما هي طبعا التهم الموجهة له والمطلب التاني هو أن يتم هذا الشيء عبر القضاء أي يجب أن يكون هناك قرارات قضائية بتسليم هؤلاء المطلوبين طبعا هذا الطلب يعني هو تحدي كبير بالنسبة للسويد وسياستها الديمقراطية وحقوق الإنسان التي دائما طبعا تفتخر بها لذلك أتوقع أن هذا الطلب هو اللغم الذي يمكن أن ينسف أي اتفاق مستقبلي بخصوص دكول النيتو مينيستر كولم محمود الآغة رئيس تحرير موقع الكومبس العربي السويدي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريت جونسون والرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي تزويد كييف بأنظمة مدفعية وذخيرة خلال الأيام المقبلة وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية قادرة على استرداد الأراضي التي خسرتها مؤخرا في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير معسكر لمقاتلين أجانب ومحطة رادار لمنظومة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني من طراز S-300 في ميكولاييف وقالت الوزارة في بيانها اليومي أن القوات الجوية الروسية دمرت أربعة مستودعات ذخيرة ومخازن للصواريخ ومواقع قيادة تابعة للجيش الأوكراني في ثمان عشرة منطقة وذلك بضربات صاروخية عالية الدقة وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاثة طائرات بدون طيار واعترضت ثلاثة صواريخ باليستية في خرسون وخركيف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أكد من جهته استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق كل الأهداف التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال شويغو أن زيادة إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الصراع كما أشار إلى أن غالبية الأسلحة الغربية يتم بيعها في السوق السوداء لفصائل مسلحة وميليشيات غير نظامية من جانبه شدد رئيس مجلس الدومة فياتسلاف فولودين على أن القوات الروسية لن تتوقف عند حدود لوغانسك ودونتسك الأوكرانيتين اشتركوا في القناة نشهد الخمسة مستمر رفيا أيضاً فرنسا تعيد خمسة وثلاثين طفلاً من مخيمات داعش شمال شرق سوريا مع ستة عشرة من أمهاتهم أهلاً بكم جديد وأشارت في مؤتمر السحفي إلى أن البرهان يريد حصر الأزمة في القوى المدنية ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مواصلة التصعيد الجماهري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي وصولاً إلى العصيان المدني هذا ووصف عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالمناورة والتراجع التكتيكي مؤكداً أن هذا التراجع جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التراجع التكتيكي في ضوء الضغط الشعبي المتعاضل ولكنه طبعاً لا تنطلي على جماهر شعبنا التي تتقدم يوم بعد يوم وتنضي نحو وحدتها يوم بعد يوم وتؤكد فيه كل يوم حتى هذه اللحظة أنه لا تصالح مع باقع هذا الانقلاب ولا مجال للاعتراف به تحت أي ذريعة كانت وبالتالي أعتقد أنه الخطاب ضل طريقه إذا كان هو بخاطب قوى الثورة وعايز يستميل إلى جانبه أعتقد أنه لم يطرح شيئاً يحقق مطالب قوى الثورة هو اتفاث تكتيكية ومحاولة تكتيكية نحن نراها في هذا الحد ونعتقد أنها مهزومة لا محالة حذر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون من أعمال إيران المزعزة على الاستقرار في المنطقة مشدداً على ضرورة التزام طهران بالاتفاق النووي وأكد ماكرون خلال مؤتمر السحفي مع رئيس وزراء إسرائيل يئير لبيد أن فرنسا ستدفع نحو حل للقضية الفلسطينية بدوره قال لبيد أن إيران تنتهك الاتفاق وتواصل تطوير برامجها النووية مشدداً على ضرورة أن يواجه العالم التهديدات الإيرانية وشدد يئير لبيد على أن التواصل لاتفاق النووي جديد مع إيران يجب أن يمنعها من التحول لدولة نووية لأن ذلك سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ويهدد الأمن العالمي إلى باريس ينضم إليه لمزيد من المتابع مراسل العربية فادي دهوك فادي أهلا وسهلا بك ما الذي حمل يئير لبيد لزيارة باريس كأول محطة خارجية له كرئيس للوزراء الإسرائيلي في هذا التوقيت وهل يحمل أي مقترح ما إلى القيادة الفرنسية مساء الخير طالب طبعا هذه كما ذكرت الزيارة الخارجية الأولى ليئير لبيد إلى وجهة خارجية اختار فرنسا لأن فرنسا بلد فاعل جدا في هذا الملف الملف النووي الإيراني ولأن على ما يبدو هناك نوع من تباين في وجهات النظر إسرائيل لا تريد أن يناقش الاتفاق النووي الذي كان في عام 2015 ضمن خطة العمل المشتركة وإنما تريد اتفاق حاسم ويلزم إيران بوقف أنشطتها النووية أيضا ربما هناك تصريحات فرنسية وجدتها إسرائيل أنها تصعيد لفظي تجاه إيران صدر قبل أيام عقب فشل محادثات الدوحة الأخيرة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدرت هذه الدول الثلاثة بيان حذرت فيه إيران من أنها تغامر بفرصة تاريخية بعدم التوصل إلى اتفاق وأيضا شددت على أن مشروع الاتفاق النووي الإيراني لن يبقى إلى الأبد على طاولة المفاوضات هناك ملفات أخرى أيضا بحثها يائير لبيد مع ماكرون من ضمنها الملف اللبناني نعلم أن الرئيس الفرنسي منخرط بشكل كبير في الأزمة اللبنانية السياسية وخصوصا بعد أزمة مرفأ بيروت أو بعد انفجار مرفأ بيروت لذلك أيضا يائير لبيد عرض عليه الخطر الذي يشكله حزب الله على إسرائيل وعلى أمن المنطقة أيضا تم نقاش الهجمات الأخيرة أو المسيرات التي خرجت فوق حق الغاز كاريش في المتوسط هناك محاولة إسرائيلية لاستغلال الحاجة الأوروبية والفرنسية للغاز لأن كما نعلم هناك العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا أوروبا تحاول أن تبحث عن ذا إذا بدنا نوضع فادي سلم أولويات يعني لو سمحت لي يعني الأولوية لزيارة لبيد في هذا التوقيت هي لغاز المتوسط خصوصا مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد المسيرات التي أطلقها حزب الله بالقرب من حق الكاريش أم لا الأولوية للاتفاق النووي أم لا للعلاقات الثنائية الإسرائيلية الفرنسية بحسب الجدول الذي وصلنا جدول الأعمال الذي وصلنا من الإليزي جدول هذا الأعمال سوف كان يناقش بالدرجة الأولى الاتفاق النووي الإيراني لأنني كما ذكرت هناك تصريحات فرنسية ربما اعتبرت إسرائيل أنه يمكن البناء عليها بتحذيرات بأن هذا الاتفاق النووي أو مشروع هذا الاتفاق لن يبقى إلى الأبد على طاولة المفاوضات هناك محاولة إسرائيلية للضغط أكثر على فرنسا وعلى أوروبا لأن فرنسا بلد فاعل جدا في هذا الملف لكن هناك أيضا الملف الثاني الذي تم نقاشه وهو مسألة الحدود البحرية وحقول الغاز كما ذكرت أيضا فرنسا وأوروبا بحاجة إلى بدائل عن الغاز هناك تلميحات إسرائيلية بأن هذا الحقل حق الكريش قد يكون بديل للغاز الروسي الذي تبحث عنه أوروبا وفرنسا لذلك يجب حفظ أمن هذا الحقل وعدم حدوث توترات أو منازعات حوله لكي يتم فيما بعد ربما الاعتماد عليه كبديل للغاز الروسي بسبب العقوبات أو بسبب سعي أوروبا وفرنسا لبحث عن بدائل أخرى للغاز الروسي من باريس مراسل العربية فادي دهوك شكرا جزيلا لك على كل هذه المتابعة أعنات السلطات الأمريكية توقيف شاب يشتبه بأنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضا بمناسبة عيد الاستقلال في هجوم أوقع ستة قتلى وستة وعشرين جريحا على الأقل ويعد هذا أحدث حادث إطلاق نار جماعي يضرب الولايات المتحدة إذ تشير الإحصائيات إلى أن هناك حادثا واحدا في كل أسبوع من عام عشرين واثنين وعشرين ويأتي إطلاق النار هذا بعد شهر واحد فقط من حوادث إطلاق النار المميتة في تكساس ونيورك وبعد أسبوع من تمرير الكونغرس الأمريكي لتشريع من الحزبين بشأن السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة هذا وقد كشفت دراسة لمكتب التحقيقات الفيدرالية ارتفاع أعداد الوفيات باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بين عامي 1968 و2017 كان هناك 1.5 مليون قتيل وهو عدد أعلى من عدد الجنود الذين قتلوا خلال الحروب التي خاضتها البلاد منذ عام 1775 وفي عام 2020 وحده قضى أكثر من 45 ألف أمريكي عن طريق المسدسات سواء بالقتل أو الانتحار حيث مثل الرقم زيادة بنسبة 25% عن السنوات الخمس التي سبقت وزيادة بنسبة 43% عن عام 2010 كما كشفت أحصائيات مكتب التحقيقات الفيدرالية عن 345 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة بين عامي 2000 و2020 أدت إلى مقتل أكثر من 1424 شخصا وإصابة 1828 آخرين الهجوم الأكثر دموية كان في لاست فيغاس عام 2017 حيث أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 500 آخرين اشتركوا في القناة وفق أحصائيات المعهد دراسات الاستقصائية للأسلحة الصغيرة تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في نسبة اقتناء المدنيين للأسلحة كما تضمنت الدراسة المنشورة عددا من الدول العربية شهدت ارتفاعا في ملكية السلاح حياء اليمن ولبنان اشتركوا في القناة المزيد من المتابع معي من واشنطن حول هذا الموضوع الدكتور عقيل عباس وهو الخبير في الشؤون السياسية دكتور عقيل أهلا وسهلا بك إلى نشرة الخامسة هل تعتقد أن كل عمليات القتل هذه والضحايا الذين يزدادون يوما بعد يوم ستغير من السياسة الأمريكية الداخلية في موضوع تقنيم أو حضر الأسلحة أم لا؟ لا شيء سيتغير ولوب السلاح في الولايات المتحدة هو أقوى من الجميع شكرا على هذه الاستضافة يعني التحريم أو من السلاح بشكل قاطع وكامل في الولايات المتحدة بضمنه المسدسات هذا لن يحدث هذه مادة دستورية لا خلاف عليها الخلاف هو بشأن تقنينها ما معنى حمل السلاح أعتقد الحوادث المتكررة خصوصا قتل الأطفال في المدارس الحادثة الأخيرة في تكساس كان لها أثر مرر الكونغرس يعني القانون فيه شكل من أشكال المساومة بين الطرفين منح صلاحيات للولايات أكثر للسيطرة على السلاح بمعنى عدم وصوله لأياد المصابين بإشكالات نفسية أمراض عقلية وما إليه أعتقد هناك دكتور عقل هل المسألة هي فقط التلطي وراء المواد الدستورية أم لا المسألة أولا وأخيرا هي مصالح جماعات الضغط ولبيات الأسلحة وهذا البيزنس الهائل هذا الاندستري الهائل من قطاع الأسلحة هو الذي يحول دون ذلك يعني بهذا ما تسميه صناعة السلاح لا أساسي فاعل لكنها لا تمثل كل شيء يعني لابد فهم أهمية السلاح في تشكل الولايات المتحدة وجود الميليشيات في الولايات المتحدة جيش الأميركي تشكل من حقيقة الاجتماع ميليشيات مختلفة ولا يازال في الولايات المتحدة ميليشيات يعني لكنها تشتغل بشكل مختلف لا تتدخر بالحكومة بالسلطة يعني هناك سياق ثقافي هو جزء مهم من هذا الموضوع أعتقد لا أحد يقول بإلغاء التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي ينص على حق المواطن في حامل السلاح الخلاف هو بتقنينا صحيح الولايات المتحدة مقارنة بالدول الغربية والدول الصناعية الأخرى الشبيهة يعني لجهة النظام الديمقراطي ولجهة الرخاء هي الأكثر عنفا الناس عداد هائلة يموتون بسبب السلاح لكن أيضا علينا أن ننظر إلى مع الاعتراف بعمق المشكلة أكثر من 53% من الذين يموتون حسب أحصائيات 2020 45 ألف التي أشارت إليها أحصائيتكم أكثر من 53% منهم يموتون انتحاراً بمعنى فعل فاعل متقصد بإزاء النفس الإشكالية هنا هل يجوز توفير أو إعطاء مواطن يعاني من إشكالات نفسية الحق بحمل السلاح أعتقد هذه واحدة من الإشكالات الكبرى دكتور عاقيل معلاء هل تلاحظ أي فرق بين الضفتين الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي في موضوع تقنين حيازة السلاح أم لا عندما يأتي الأمر إلى لوبيات الأسلحة لوبيات الأسلحة لديها جماعات ضغط في كلا الحزبين هذا واحد اثنين ألا يوجد ازدواجية في المعايير يعني السياسة الخارجية الأمريكية دائما تركز على حصر السلاح وحصرية السلاح لدى القوى الشرعية ولدى القوى الحكومية ولكن كما قلت منذ قليل في الولايات المتحدة الأمور فلتاني وحتى في ميليشيات كما قلت مسلحة يعني هناك اختلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي الديمقراطيون أكثر ميلا لتقنين استخدام السلاح الجمهوريون يربطونه بالحرية هم ليسوا لا أحد مع العنف القادم من السلاح يعني هذه مسألة لوبي السلاح فعال مؤثر أقوى لوبي في الولايات المتحدة وهو يمول على الجانبين أكثر نحو الجانب الجمهوري لكنه هذا لوبي السلاح لا يقوم على قضية غير دي سوريا وغير قانونية الإشكالية هنا أما بخصوص طبعا مقارنة كيف تتعاطر الولايات المتحدة مع السلاح في داخلها إزاء السلاح في خارجها أعتقد هناك تمييز واضح السلاح الذي يستخدم لأغراض سياسية لأغراض القتل السياسي شيء آخر مختلف بإزاء حق المواطنين بحمل السلاح مع استخدامه بشكل قانوني لاحظ هذه واحدة من الإشكاليات الكبرى في الولايات المتحدة وستستمر على مدى الزمن لأنها أيضا مرتبطة بثقافة عامة وبطريقة تشكل الولايات المتحدة سنشهد القتل سنشهد أناس ذوي نوايا إجرامية يقومون بالقتل باستخدام قوانين شرعية وربما جيدة لكنه تستخدم على نحو سيء الإشكالية من أجل أن نرى حلا لا أنا أعتقد نتحدث عن إجيال وليس شيء يحدث في ضل هذه الإدارة أو الإدارة المقبلة الثقافة العامة في البلد بخصوص السلاح وكون حمله حقا شخصيا هذه تحتاج أن تتبدل وسيحتاج هذا الكثير من الوقت جيد من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة طبعا قبل المتابعة زي المشاهدين خبران عاجلان الأول مسؤول السياسة الخارجية يؤكد أن نافذة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تضييق جدا وبني جانس يقول الآن أن السفن الحربية الإيرانية في البحر الأحمر خطر على التجارة والاقتصاد إسرائيل أيضا كما نشاهد تعرض صور أقمار صناعية لأربع سفن حربية إيرانية في البحر الأحمر إذن هذه الصور تعرضه إسرائيل لأربع سفن حربية إيرانية في مياه البحر الأحمر وبني جانس يذهب ويقول إيران طورت نفسها بشكل منهجي عبر دورياتها في البحر الأحمر أعارت فرنسا 35 طفلا كانوا في مخيمات شمال شرق سوريا إلى أراضيها مع أمهاتهم وعددهم 16 تمرأة وقد تم إرسال الأطفال إلى خدمات رعاية الأطفال وسيخضعون للمراقبة الطبية فيما تم تسليم الأمهات إلى الجهات القضائية المختصة وترفض العديد من الدول السماح لمواطنيها من عائلات عناصر تنظيم داعش بالعودة إلى أراضيها حيث يقتن معظمهم في مخيم الهول المقتض في محافظة الحسكة السورية نشطة الخامسة مستمرة فيها أيضاً إيطاليا تعلن حال الطوارئ في خمس مماطق بسبب أسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً أهلاً بكم الجديد سيتم مساء الغد تفويج الحجاج إلى مشعر ميناء للمبيت فيه يوم السابع منذ الحجة قبل التوجه إلى عرفة فيما ستمتلئ مخيمات ميناء بمليون حاج غداً وتعمل بعض الحملات على خطط مبتكرة للاستفادة من الخدمات المقدمة وتيسير الحج على الحجاج التبعين لها من مشعر ميناء ينضم إليه لمزيد من المتابعة مراسل العربية عبد المحسن الحربي عبد المحسن أهلاً وسألاً بك جديد المشهد من عندك وأبرز مشاهداتك طالب قبل الحديث عن هذه الاستعدادات وآخرها أحدثكم أنه في درجات حرارة مرتفعة إلا أني أشبه ما يكون بمكان عليه مطر كثيف بفعل الرذاذ الذي ينتشر في هذه المنطقة ويوزع هذا المياه بشكل كبير استعداداً لاستقبال الحجاج وهو ما تم بفعل هذه الاستعدادات وهي على أكمل وجه كما نشاهد في هذه الصورة حيث ميناء بدءاً من يوم الغد سيبدأ الحجاج بالتوافد إلى هذه المنطقة وهي أكثر منطقة سيمكث بها الحجاج في مشاعر في الحج ومناسك الحج بشكل عام سندخل الطالب إلى إحدى المخيمات وهي نموذج من المخيمات التي تتواجد في ميناء لنتعرف عن أبرز الاستعدادات لهذه المخيمات كما تشاهد هناك طاقم كبير من العاملين سيعملون على خدمة الحجاج في هذا المخيم الذي سيستضيف ما يقارب 2000 إلى 3000 حاج وهو واحد من عشرات ومئات الحملات أو مئات المقار التي ستستضيف الحجاج في هذه المنطقة وينضم إلينا الأستاذ عبدالقادر جبرتي وهو مسؤول في حملة الحج هذه ليحدثنا عن استعداداتهم وعن الطرق المبتكرة التي يعملون بها في هذه الحملة وفي هذا المنطقة الأستاذ عبدالقادر راحب فيك حدثنا عن استعداداتكم وآخرها لاستقبال الحجاجة ومغدين أولا نرحب بقناة العربية ومشاهدينها أهلا وسهلا فيكم في شركة مخيم النور والإسلام متشاركين في ميناء في مشعر ميناء إحنا على استعداد تام في الاستقبال حجاجنا هذا العام بأفكار جديدة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى توافق هذا التطور الهدية الكبيرة من لدن سيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نشكر على هذه الهدية القيمة عبدالقادر أحنا شفنا عدد كبير من الموظفين أيضا لديكم خطط أخرى لاستقبال الحجاج تحدثتني عن استخدام الألوان في إدارة الحشود وتسهيل عملية الحج سندخل إلى إحدى الغرف الآن لتعرفنا أكثر على هذه العملية من خلال هذه الغرفة وهي طالب سندخل الآن إلى إحدى الغرف التي سيمكث بها الحجاج ولديهم هنا خطة لإدارة الحشود عبر الألوان حدثنا عنها أستاذ عبدالقادر هذه الخطة هذه الغرفة نموذج إحنا أعددنا لهذه المقابلة خصيصا جمعنا لكم التجربة التي في مخيم النور الإدارة بالألوان إحنا ندير بالألوان نعطي ألوان الأسرة للرجال والنساء ففي عندنا الكحلي والرمادي للرجال حتى لأنه المخيم كبير والذي يقضي فيه 99 ساعة فقط للحجاج طول مدة الحج فيختلط عليهم مكان الغرفة أو مكان سريره فلونا أعطينا للرجال لونين وعطينا للإنسان لونين وفي نفس الوقت أعطينا أرقام للطريق وأسماء للطريق للممرات أستاذ عبدالقادر هذه الألوان فقط في غرفة النوم أم أنها حتى في خارج المخيم وفي عملية رمي الجمرات والانتقال العرفة ومزدلفة ستكون ملازمة للحجاج ممتاز هذا سؤال وجيه جدا الألوان في الخروج في حقيبة الظهر عندما يحمل الحاج حقيبة الظهر ستكون مميزة بالنسبة للرجال والنساء في كل حاج أو كل مجموعة لها لون مميز في حقيبة الظهر النساء لها لون والرجال لهم لون وفي الألكابات كمان لها ألوان الإدارة بالألوان هو علم أصلا كالرماني منت معروف أصلا في موضوع الإدارة وإحنا هنا نستخدمه لمساعدة الحجاج شكرا جزيلا أشكرك على حديثك وإعطائنا لهذه التفاصيل إذن طالب كما تشاهد نتواجد في هذه الغرفة حيث كما تحدث ضيفنا الكريم عن إدارة الحشود عبر الألوان هذه الألوان ستلازم الحجاج طوال تواجدهم في مناسك الحج بالإضافة إلى خدمات أخرى متواجدة في هذا المخيم وفي عدد مخيمات الأخرى وهذا نموذج للمخيمات التي ستستعد لاستقبال الحجاج والحمد لله الأمور تتم بسلاسة ويسر حتى الساعة شكرا لك من مشعر من مراسل العربية عبد المحسن الحربي شكرا جزيلا لك على كل هذه المتابعة شكرا جزيلا لك